في هذا الورد الزهري كشوال هذا اللون الزهري وهذا الاصفر وشنو هما ديزرت وورب تومبيريتر نكتبهم وورب تومبيريتر وديزرت انت لك تسكن في الشامل دير هذي ولكت في الديزرت دير ديزرت اوكي اروحوا الان وش قلق ايدنتيفاين ايدنتيفاين المباشر وفاقين او او رين فوريس اوكي رين فوريس معتها هاي هاي هو الاجابة ت shoulders اوكي اروحوا هنا لنا للخارطة وروحووا الى راه يجيه رين فوريس الخارطة تحنا راهي يقول لك الغابات المطارية وين تتاه تاه اهنية اغلبها وين في التروبيكو هنا في التروبيكو كي ماري الخضورية اوكي تروبيكو ومونتين مونتين مونتين هاي هذا اوكي سوى الاجابة هي مونتين و تروبيكو اوكي سوى كان هذا التمرين رقم واحد نروحوا الآن للتمرين رقم اثناني وش قال لكم read the definitions اقرأ التعارف هذو اللي اعطوهم عنا of the natural disasters هنا عدنا الكوارث الطبيعية اعطونا اسموات عفوا الكوارث الطبيعية اعطونا التعارف تهم وشنهمهم اوكي بالنو and say which ones are most likely to affect your country قل لك واذكرنا ورا هي اللي زعمك البلد بتاعك موجودة فيها ولا تتواجد فيها الانواع من الكوارث justify your answer عدنا هنا بليزرد بليزرد روحوا دارك بالعربية هي العاصفة الثلجية اوكي يكتب واحدكم العاصفة الثلجية التعريف تحرح يكون violent and heavy snow storm هي خلاص راهي العاصفة الثلجية رقم اثنين سمحوا لي برك drought drought اللي هو الجفاف قال لك long period of dry weather معنى تاو وقت طويل تاعه للجو ناشف هنا عدنا earthquake earthquake هي الزلزال هي sudden movement of the earth surface اوكي هنا عدنا flood flood اللي هي الفيضانات اوكي inandation caused by over flowing of water اوكي هيا الفيضانات هذي hurricane hurricane اللي هي الاعصار violent wind storm اوكي هنا وش عدنا عدنا هنا يا sand storm sand storm يا العاصفة الرملية اللي نعرفها violent wind carrying sand اوكي هنا عدنا tsunami tsunami اللي هو عاكم عارفينوا اللي هو عادي tsunami رو كاتب لكم موجة كبيرة هاولك تعرفتها موجة كبيرة تنتج تنتج عن زلزال تحت سطح البحر وتسبب دمار كبير عندما تصل الى اليابسة اوكي huge هاو معرفها لك هكذا huge tight caused by shock waves following an earthquake خلاص اللي هو tsunami هنا وش قال لك هنا انتوما في الجزائر وشنو هما اللي عادة في الجزائر عادة وش عادنا earth week عادنا الزلازية صراحة صراحة وعادنا ايضا وشنو ممكن عادنا sandstorms البراكين الثلجية عفوا ما عادناش drought بالك يكون عادنا الجفاف المهم نروحوا نشوفوا الاجابة تاعنا للتمرين رقم اثنين ونعودوا نولو سو الاجابة okay earthworks earthworks اكم عارفين الزلازل can affect my country لاش because the north of الجريا لان شمال الجزائر is situated ويقعوا في منطقة زلزالية seismic zone seismic zone لان شمال الجزائر يقعوا في منطقة زلزالية sandstorm sandstorm can affect my country علاش قادر تضرب البلادي because of the desert climate لان عادنا صحراء كبيرة ان شاء الله قادر تحصل فيها زوبعة رملية flutes اللي هي الفايضانات هنا تقادر تضرب البلادي لانه because of the warm temperature climate لانه عدنا مناخ وش يقولوا لها حرارة دافئة هي اللي تخلي ممكن تحصل لنا فيافانات التمرين رقم ثلاثة اللي رهو عدنا موجود هنا هنا شوفوا هذا السؤال رهو رايح يحوس لك باش تعطيل ال opinion تاعك الرأي تاعك هنا كما قلت لكم في الفيديو اللي فات لانه هنا في هذا ال الوحدة رهو راح نحاول نحاول على الرأي تاع الأشخاص اوكي وش قالك السؤال do you think do you think the world climate is changing قالك اسكو تظن ان الكلمة على العالم تغيرت قالك justify your answer إلا تقولوا نعم تقول لنا علاش إلا تقول لا تقول لنا علاش انتو ما في رايكم اسكو تبدلت الأخر ولا متأكيد تبدلت علاش لأنه فصل الشتاء ولا قصير بزاف ولا شوية سخون المهم عطينا علاش يلا روحوا نشوفوا الإجابة على هذا السؤال ونعود نولو الإجابة على السؤال الثانية هي هذه شوفوا غير هنا هنا تقول I think لازم تستعمل I think هذا الفعل هو اللي يدل على النور رايح تطير رأي تقول أظن I think that the world or the world climate is changing تقول أنا نظن أن يعني الفيلمة العالم راهي تتغير It is becoming warmer قلت لك قلت لك بدأت تدفى شوية مام حتى اشتمر وش يجي بك اشتل قارس كما تعزمان أوكي The winter seasons are becoming shorter يعني الفصل تعالشتاء ولا يقصار يقصار بزاف يعني تي كان بكري يجي يعني من نوفمبر حتى المارس بركة ولا قليل نقول ولا فيه شهر بركة ولا شهر من اللي كان فيه ثلاثة شهر ولا فيه شهر أوكي معنى فصل الشتاء ولا قصر And the summer seasons longer is longer أوكي ولا are longer وعلى وعلى عكس ذلك الصيف والطويل الصيف من اللي كان فيه شهر وثلاثة شهر حتى ولا فيه أكثر من ثلاثة شهر هذه هذه هي الإجابة قل لك هن 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 قل لك هذه ما تكتبوها لك قادر تكون إجابة أخرى أيضا مقبولة كان هذا هو الدرس تعنات عنه اليوم حلول تمرين الصفحة 140 إن شاء الله تكونوا فهمتوا إن شاء الله يكون نجاكم الدرس هل ما تنسوش تديرونا لايك وفحلونا تعليق جميل ونلتقي في فيديو آخر